المؤغنية على الممر هذا الممر اللي كانوا لازم يعدوا علشان يحققوا اللي كان الهدف من وراء الفيلم ده كله في البداية خالص الفيلم ده يا هشام ما بيتعرضش لي كتير يعني أنا معلش أنا النهارده أستاذ علي أستاذ علي مش العار وجاري الوحوش والكيف والأفلام المعروفة دي أفلام عظيمة بس أستاذ علي قدم أفلام كتيرة قوي تانية رائعة ما بنشوفهاش كتير زي الفيلم ده وده فيلم ملحمي وطني كبير مهم متاخد من مصرحية بنفس الاسم مصبوط وحصلت جواز كتيرة جدا إيه الحكاية يا أستاذي؟ والله أنا مش عارف يعني النقطة دي يعني مفروض كان يعني يسأل فيها مسؤولين كتير لأنه في تاريخ للسينما المصرية ما بنشوفهوش وفي تاريخ تقريبا مخلص مش هنشوفه لأنه بقى محتكر لمحطط بعينها ويمكن كان وقتها السينمايين ووقت الاحتكار ده كان عندهم تخوفات ظهرت للنور أهيه تلع كل كل كلامهم صح إنه في أفلام مفيش مشكلة للناس تشتري الأفلام يعني المسألة عرضه وطلبه ده سوق لكن كان التخوف إنه ماذا لو تم قضاء على مجموعة أفلام بعينها وبقى هم عندهم وضل حصل إنتي بتقول لي ما بنشوفوش والناس كتيرة بتقول لي احنا لي ما بنشوفش الفيلم ده والناس تقول لك إحنا الأجيال القديمة بس اللي شفاته طيب هو ما بتاريخ لزا هم مش هارينه والناس كتيرة بتسأل مش على الفيلم ده بقى على الأفلام تانية المخرجين تانية لي ما بنشوفش ده لي ما بنشوفش ده لمخرجين كتير يسأل بقى اصحاب الاحتكار انتوا ليش تريتوا افلام بحد عينها يعني وبعدين ما بقتوش تعرضوها وبتعرضو افلام معينة هل فيه توجه ولا مجرد نسيان يعني هل هي شيء اه ليه غرض ولا هو مجرد نسيان نسيان يعني انت بتحول تفترض انت بتقول كلام لطيف فيش حد ينسى الافلام دي وخصوصا ان احنا عندنا يعني ذكرى 6 اكتوبر على طول عندنا مواقف وطنية كتيرة جدا بنحتفل بيها وبنحب نفكر الناس والاجيال الشباب الكتير جدا اللي ما عصروش الوقت ده من حقهم ان هما يشوفوا الاعمال اللي تقدمت هما فيلمين ثلاثة اللي بيععد نزحهم طول الوقت ولكن في افلام تانية زي اغنية على الممار ده بنشوفوش ده فيلم مهم جدا اتمنى ان بعد الحلقة دي الناس القائمين يسألوا او يعرفوا لان ده فيلم مهم ارجوكم لو اي حد سمعني دلوقتي ده فيلم نحب ان احنا نشوفو فيلم معمول بطريقة جميلة ورائعة وفيه ابطال محمود مرسي وصلاح قبيل ومحمود ياسين مع حفظ الالقاب لكل الاسادزة شلح استعداني مع اسادزة 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 يعني فانت هو كان بيحب الفيلم ده هشام؟ طبعا الفيلم ده كان بدايته يعني كان بيكنله حب شديد وبعدين بداية كانت صعبة جدا لانه كانت جامعة السينما الجديدة هو يا جماعة كانوا منشأة كانوا مجموعة من الشباب وكان عندهم احلام كتير اوي وشو فيد الزمن بقى يعني المجموعة دي كانت لسا ما انتجتش اي حاجة ولكن امن بيها حركة نقدرية لانه كان في حركة نقدرية فمسلا افرادوا لهم صفحة اظن مش متذكر مجالة الكباكب او ايه بس كانوا بيكتبوا فيها نقد زي الموجة الجديدة في فرنسا فهم برضو بقوا كده فكانوا بيسمى نفسهم الغاضبون هما غاضبون من الوضع السينمائي الحالي فكانوا بيعبروا عن ده وهم لسا يعني ما عملوش وجامعة السينما الجديدة دي انتجت فيلمين اغنيع الممر وزلال الجانب الاخر المخرج غالب شعز الفلسطيني اللي تقفى مؤخرا وفيها الحب ده يعني المنتج فني او المسؤول عن الانتاج محمد راضي المخرج الكبير الله يرحمه محمد راضي فالناس دي كانت عايزة تطور عايزة تغير السينما اللي كانت موجودة وغيروا بالفعل هم قدموا سينما مختلفة وتوالى بعد كده اعتقد يعني عملوا نقلة عملوا حالة فريدة من نوعها في السينما يعني لو بتتكلم على الاغنيع الممر انك تتكلم على فيلم حربي قليل التكلفة ده شيء خيالي يعني النوع ده او النوع السينماي ده ما فيهوش حاجة اسمها كده ما فيهوش حاجة اسمها لوكيشن واحد يعني وما فيهوش حاجة اسمها انه اه التركيز على على الشخصيات اه طبعا الشخصيات مهمة في كل الافلام ولكن انه هو البطل هم محبوسين في مغارة في الجبل كمجموعة جنود اه بيحافزوا على النقطة بتاعتهم ومش هينسحبوا ومش هيدرب انسحبوا وما وصلتهمش الاخبار يعني الهزيمة وحتى لو وصلتهمش الفيلم مركز انه هم لازم يعني يدفعوا عن النقطة دي حتى اخر جندي الى ان يتحقق النصر اللي هو جي بعد كده في اكتوبر ورمز لده باغنية بسيطة خالص اللي بتتغنى فانه لازم حد يعيش يا جماعة عشان نوصل اغنيتنا دي اللي هي روح الشعب يعني كم نصو بها كده للازاعة وانهم يبضلوا واقفين سبتين في مكانهم مهما بلغت الصعوبات وهي دي كانت بداية الضلع الاساسي في اهتمامات المخرج عليه عبدالخالي لانه عنده مجموعة اضلع كده في اهتمامات مش عايزك تتأثر مش عايزين نتأثر انا عارفة النهاردة على فكرة ما كلمت يشام وقلت له تعالى قالي انا مش عارف لو كان صح ان انا اجي دلوقتي ولا لأ لان انا مش عايز ان انا اتأثر لان في النهاية هم نتكلم عن مخرج كبير بس في الاول وفي الاخر هو والده فانا بشكرك انك جيت النهاردة ونورتنا ولكن مش عايزي او نتأثر ليه ما نتأثرش لان ما بيغيب عننا حد احنا بنحبه لازم نفتكره لازم نتأثره وده طبيعي ولكن اش معنى هو بدأ بفيلم وطني بفيلم عن مصر بفيلم في هم ليه البداية كانت كده يا روى منه كان ممكن يبتدي بفيلم تاني خالص بصي هو يعني ما عدرش يقول انه دخل للسينما مؤادلة جميعا في المية او عنده ايدولوجيا او طريق تفكير بمية في المية ولكن اا بعد كده اتضح انه فيه خط ما كان ماشي عليه كان عنده شوية اضلع كده الحاجات بيهتعى هو شايف انه الفن يعني لازم بيبقى ليه علاقة اا او مرقاة بشكل او اخر لهموم الشعب اللي هو بيكلمه ما ينفعش انه الشعب يبقى في حالة حزن وهزيمة وبيجهز للانتصار يعني بيجهز انه يعيد الكرة تاني ده كان الحال في وقتها في الشعب المصري بعد سبعة وستين وهو يروح يعمل وده عشان كده هم عملوا الغضبون وهو يروح يعمل مثلا افلام استعراضية او رأس بزبط كده موجودة فهو شاف انه لا لازم يكون في يعني ابتدي من الواقع الموجود دلوقتي ومن هموم الشعب المصري وكان الفيلم صادق جدا لدرجة انه هو وقتها يمكن تعرض بعد النكسة بشوية ولكن مثلا هو كان بيحكي لي انه كان قدام السينمات كل سيني مبتارد قدامها عربية اسعاف لان مصري كانت في حالة حزن فقدت كتير فكان بتخش يا ام يا خطيبة يا زوجة فتتفرج على الفيلم وتشوف الحالة والجنود اللي بيتضافوا فيحصل صراخ ويغم عليهم فعربية الاسعاف على طول تتدخل فكان كل اللقاعات كان قدامها عربية اسعاف بشكل دائم يعني